مع مرور تسعة أشهر من العام الحالي والتي تخللها اتخاذ قرارات حكومية محفزة ما زالت المؤشرات العقارية في المملكة تظهر تراجعا بحسب أحدث تقرير لدائرة الأراضي والمساحة فإن إجمال حركة التدول العقاري سجلت تراجعا بنسبة 19% في أول تسعة أشهر من العام الحالي لتصل إلى ثلاثة مليارات ومائتي مليون دينار مقارنة مع ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون دينار وعلى مستوى شهر عيلول فقد تراجعت حركة التدول العقاري 10% لتصل إلى ثلاثمائة وأربعة وتسعين مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي أما حركة بيع العقار التي تتضمن الشقق والأراضي أظهر تقرير دائرة الأراضي والمساحة أنه في أول تسعة أشهر من العام الحالي تراجع عدد المعاملات بنسبة وصلت 6% لتصل إلى واحد وتسعين ألفا وثلاثمائة معاملة مقارنة مع سبعة وتسعين ألفا وثلاثمائة معاملة وعلى مستوى شهر أيلول سجلت حركة بيع العقار ارتفاعا بنسبة 7% من العام الحالي لتصل إلى 12 ألفا وأربعمائة معاملة مقابل 12 ألف معاملة تقريبا في شهر أيلول من العام الماضي وبالتفاصيل فإن حركة بيع الشقق تراجعت بنسبة 12% خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي لتبلغ نحو 23 ألف معاملة مقابل 26 ألف معاملة تقريبا في ذات الفترة من العام الماضي أما في شهر أيلول فقد سجلت حركة بيع الشقق تراجعا بنسبة 3% حيث بلغ عدد معاملات بيع الشقق نحو 2900 معاملة مقابل نحو 3000 معاملة في شهر أيلول من العام الماضي أما حركة بيع الأراضي فقد أظهر تقرير دائرة الأراضي والمساحة تراجع عدد معاملات بيع الأراضي 4% لتصل إلى 69 ألف معاملة في أول تسعة أشهر من العام الحالي مقابل 72 ألف معاملة في ذات الفترة من العام الماضي وفي شهر أيلول فقد سجلت حركة بيع الأراضي ارتفاعا بنسبة 11% حيث بلغ عدد معاملات الأراضي نحو 9400 معاملة مقابل نحو 8500 معاملة في ذات الشهر من العام الماضي مقابل نحو 9400 معاملة في ذات الشهر من العام الماضي